مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بيعين عربية الفيديو مات اليوم كيف رح حول لغة تطبيق الأمازون إلى اللغة العربية قبل ما أبدأ شرح لا تنسون دعم قناة بلين بيعين عربية باشتراك و لايك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي مثل ما تعرفون أنا نزلت قبل فترة كيف رح نحول لغة تطبيق الأمازون هذا الفيديو اللي رح يظهر الآن قدامكم على الشاشة كيف رح نحول لغة تطبيق الأمازون إلى اللغة العربية بتاريخ اللي نزلته ما كان يدعم اللغة العربية أما الآن صار يدعم اللغة العربية من داخل التطبيق فعذرا أنه كثير يدخلون يقولون لهذه اللغة طريقة التحويل صعبة فطبعا هي صعبة لكن بذاك الوقت ما كان يدعم ما كان عندنا غير حل مثل تطبيق الإنستجرام الآن أيضا ما يدعم اللغة العربية وهذه الطريقة الوحيدة اللي نفس الطريقة نستعملها لتحويل الإنستجرام إلى اللغة العربية الآن كيف راح نحول التطبيق أمازون إلى اللغة العربية أحول لغة تطبيق الأمازون إلى اللغة العربية راح أدخل على الإعدادات أنزل أبحث عن الأمازون وهنا راح تلقون تطبيق الأمازون بالأسفل هذا الأمازون راح تدخل عليه راح تحول هنا اللغة إلى اللغة العربية راح يكون عندك الإنجليزي والألماني سابقا ما كان يدعم اللغة العربية الآن صار يدعم اللغة العربية هذا الحبي تشرح لكم يا الآن لو دخلنا على أمازون راح تشاهدون أنه تقدر تبحث باللغة العربية مثلا هاي فون شوفوا دعم اللغة العربية هذا الحبيت اشرح لكم اتمنى بنهاية الفيديو استفادته وعذرا ان ذاك الفيديو قديم فالان هذا اخر فيديو تحياتي لكم شكرا لكم ادعموا قناتي باشتراكوا ومع الف سنة قبل ما انهي الفيديو حبيت فقط تشاهدون هذا الفيديو اللي راح يكون بصندوق الوصف واحد من اثنين من النصب التذكارية اللي عملتها روسيا اللي كانت محتلة المانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وراح تشاهدون كثير معلومات عنا ان شاء الله فاتشاهدون وخصوصا نهاية الفيديو كلش حلو المناظر كلش حلوة صدقوني كأنها انا وصفتها كأنها مكان من الجنة بدون تشابه كلش حلو هذا الفيديو اتمنى تشاهدوا ولا تنسوا ان تدعموني بلايك واشتراك وشكرا للجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة